خلينا نقول للطاقات في عندك قوس أو أسد عم يطلعونها بكل الأبراج طيب في عندك ميزان ممكن يكون في عندك طاقات ترابية عم بتبين كتير طاقات هوائية ونهرية بشكل عام من بعد صبر من بعد تعب عم بشوف من بعد ما كنت حامل حمول يعني فيه فيه مسؤوليات يعني عليك كلياتها عليك أنت المطلوب منك يمكن تصرف أنت المطلوب منك أنه تعطي أنت تعتني أنت يمكن تكون الأب والأم بنفس الوقت أو شخص عندك مسؤوليات كتيرة أو أنك شاعر بأنه فيه حمول كتير فوق ظهرك ما عم تقدر تخلص منها لدرجة أنك عم بتفكر بالسفر وفعلا ممكن تاخد خطوة السفر ممكن تسافر هذا الشهر يا برج القوس عم بتكون طاقتك أنت أساساً نارية وطاقتك عم بتكون نارية أكتر عم بتكون بدك الأمور بسرعة تتم بدك ما عندك صبر ما عندك كذا ولكن بشكل عام عم بشوف الشمس بتشروع يعني من أول الشهر رح تحس أنه بعدين فيه أمنية رح تتحقق عندك حققت جزء ورح تكمل تحقيق الأمنيات أو فيه أمنية معينة رح تتحقق أنا بشوفها على صعيد عملي أكتر ما هو عاطفي وممكن يكون طبعاً عاطفي إذا كان مع شخص مائي أو قوس أو أسد ناري بشكل عام أو مائي شايفة إنه رح تبدأ بداية جديدة بداية جديدة مع نفس الشخص الأديم إذا كان فيه سيناريو عاطفي بداية جديدة مع نفس الشخص الأديم أو شخص أنت كنت تستنى أو منتظره إليك فترة عم بتراقبه هو عم براقبك دائماً الأشياء العاطفية أو التوقعات العاطفية بتكون أحياناً عكسية عم بشوفك منتظر مترقب ما بدك تعمل ولا إجراء ولا شي خلص خلصت أعطيت عملت ساويت بكفي وعم تستنى النتيجة عم بشوف النتيجة بتجيك بطريقة غير متوقعة يمكن أنت كنت عم بتأجل موضوع عم بيكون في عندك شوي صراع نفسي يمكن بين العقل والقلب ما بعرف في عندك نوع من الصراعات كانت أو رح تكون في الأسبوع الثالث احتمال ولكن رح تنتهي بقرار منك يعني صارم خلينا نحكي وهذا القرار رح يجيب لك بداية جميلة البداية اللي قلنا عليها أنا حسيتها عم تكون على الصعيد العاطفي وعلى الصعيد العملي بنفس الوقت عم بتكون في بدايات جديدة عندك إما مع شخص قديم إذا كان في عندك شخص موجود أساساً في ضغطك أو إنه على صعيد العمل عم بيكون في عمل جديد فكرة جديدة ممكن تطور في نفس العمل خاصة إذا كان مديرك من برج ترابي أو ناري فهو ممكن يرقيك أو ممكن يعطيك مسؤوليات اللي أنت كنت تحسها أنه كتير يعني كنت تطلع عليها بطريقة سلبية هي بالعكس هي رح تجيب لك السمعة الطيبة ورح تجيب لك الترقية ورح تجيب لك أشياء حلوة ما بعد هيك فعادي جدا أنا بقول لك اتعب أول فترة من الشهر ما في مشكلة لأنه بعدين في النصف الآخر من الشهر وكأنك عم تحصد النتيجة عم بتكون في كارما في الموضوع في شخص ظلمك ممكن يكون طاقته مائية أو هوائية هذا الشخص أو نارية ممكن تكون هذا الشخص عم تأخذ حقك منه على العلم يعني قدام الناس زي ما راح حقك قدام الناس أو نهنت أو كذا يعني راح يرجع لك حقك بنفس الطريقة وشايفيتك منتصر منتصر على شخص أو على موقف على شخص ممكن يكون برجه هوائي ممكن يكون برجه ناري شايفي في انتصار على هذا الشخص وهذا الشخص احتمالك بيكون أنثى هذا بشكل عام وشايفي في فرصة السفر حلوة ولكن انت يمكن تأجلها لأنه ما شايفيتك مسافر ولكن في فرصة السفر خلينا نشوف العاطفة بشكل عام كمان حبيبي انتبه على حالك ممكن تكون عندك مشكلة بالشاكرات وحدة على الأقل فبس تهتم في هذا الموضوع تعمل استشفاء إذا قدرت هذا الموضوع شايفيته على استشفاء وعلى النهاية رح يموت رح ينتهي هذا الموضوع اللي عندك إياه المشكلة اللي في الشاكرات أو الطاقة السلبية خلينا نقول أنا مش حبي أحكيها أنه طاقة سلبية سحر عين حسد رح تنتهي ممكن في هذا الشهر في أوله أو في النصف الأول لأنه كانت عم بتشكل لك تأخيرات على الصعيد العاطفي أكتر شي لأنها طلعت بالورق العاطفي شايف ممكن جدا أنه خلينا نحكي يكون في ناس رح تترك حدا قديم في حياتكم موجود وخاصة إذا كان برج السرطان أو برج مائي وتبدو بداية جديدة مع شخص مختلف تماما مع شخص جديد بداية جديدة هذا السيناريو للأشخاص اللي يمكن ملوا خلاص من الطرف الآخر أو الشريك كانوا عم يستنوء لفترة طويلة عم بشوف نهاية وبداية مع شخص آخر بفعلا شخص جدي شخص عم بيكون مائي أو ترابي عم بيكون جدي أكتر عم بيكون بيستحقهم فعلا من زمان عينوا عليهم أو يعني من هذا القبيل شايف بالنسبة للمتزوجين في مشكلة عابرة ممكن أنه يعني يتعرضوا لها ممكن يكون في شك إما أنت تشك بالشريك أو الشريك شاكك فيك في موضوع من المواضيع ولكن بمشي الموضوع يعني العجلة بتمشي ما في يعني مخاوف من هذه القصة عم بيكون في بالنسبة للمنفصلين حتى للمرتبطين مراقبة شديدة من الطرفين لبعض عم بيكون في زكريات طاقة زكريات كبيرة خاصة في الأول الشهر عم بشوف شوي شوي عم الفرحة من بعد تعب يعني ومن بعد فترة طويلة من الانتظار من الظلم إن ظلمت في هاي العلاقة يمكن أعطيت كتير فعم تسترد اللي أنت أعطيته عم بيردلك إياه الشريك ولكن هذا الشريك شوي بطيء شوي شايفيته بطيء أو عنده شوي مشاكل عنده عوائق فيه كان طرف ثالث مسيطر والآن عم بتلاشى طرف ثالث قلنا حبايبي مو شرط خيانة يعني ممكن يكون أي عائق في العلاقة شايف فيه علاقة جدية بالأفق حتى للمنفصلين مبنية على أسس مبنية على أسس يعني ثابتة مش حكي فاضي أو مش أوهام أو مش وعود بالهوى عم بيكون الشريك صادق وعم بيوعوده وعم بنفذها شايفيته عم بنفذها وهذا الشخص من بعد المشاكل من بعد الكذا رح يرجع طبيعته معك رح يرجع بصفاته اللي بلش معك فيها خلينا نحكي ممكن للعزاب كمان يلتقوا بشخص منطقات مائية أو ترابية أو حتى ناريين ممكن يلتقوا بشخص جديد هذا الفترة هاي الفترة هذا الشخص ما عم بشوفه كتير جدي عم بشوفه شوي متلاعب عنده أساسا طرف وعم بيحاول أنه يدخل حياتكم للحفول على شيء ما يعني على على مصلحة معينة عم يدخل حياتكم طعم بس نكون حزيرين إذا وراء بشكل عام جميل نشوف مسج من الحبيب ما قادر يحكي لنا ياها أو من عقل الباطن أو كلمة أو هون المسج عم بشوفه تكررت المسج معانا أنه أنا نفسي أجيب طفل منك عم بحلم أني أجيب طفل منك خلينا نشوف تحزير هذا الشهر لا القاوس آلا والله هذا مش تحزير هذا عقد زواج عقد بيت عقد في عقد راح تتوقع عليه في وراءة اللي هي إما عقد زواج أو عقد يمكن عمل في عقد راح تتوقع عليه في وراءة راح تروح توقع عليها يا قاوس خلينا نشوف أراكالز بقول لك افرح انبسط سرخ وكأنه بيقول لك يعني أنا بترجمه أو بفهمه إنك عم تكتم كتير يا قاوس في داخلك عم تكتم أمور كتير فبيقول لك احكي سرخ عبر ما تضلك ما تضلك ساكت ما تضلك في نفس الطاقة اللي عم بتحوش طاقة صلبية عم بتحوش تراكمات لا طلحها كلاتها أول بأول كون زي الأطفال بقول لك شاوت يعني سرخ حتى تحصل على السعادة فلازم تفرغ لجواتك لازم تطلع لجواتك وحباي ببرج القوس بشوفكم بالفيديو الجاي